فإذن بعض الممارسات كانوا يحفظوا العزة على الجبل وعلى فكرة كانوا يحفظوا أشعية اتنين أميخة اللي هي الآيات اللي بتتكلم عن السلام يطبعون سيوفهم سككا يعني آلات زراعية كانوا يؤمنوا بمجيء المسيح في أي لحظة فكانوا يؤمنوا في عصر السلام أن هذا السلام بيغير العنف الروماني بيغير القتل ولغة العنف وطبعا لغة الموت وآيات الموت وكلها يتغير من خلال العزة على الجبل إذا أنت متعود على كلمات صعبة خطيرة منها العنف والقتل والنظرة الدونية إلى أشخاص تانين إذا بتقرأ الشفاء لإلك اقرأ العزة على الجبل ثلاث مرات هاي الرشيتة الصباح خد حبة والدهر خد حبة والمساء خد حبة من العزة على الجبل يومين ثلاثة تتغير كل حياتك بدك تتشبه بالشخص الرائع الفز الفريد يسوع المسيح وبصراحة يعني ما فيش أي حد في الدنيا تكلم بعزة مثل عزة المسيح على الجبل الناس التلميذ كانوا بيتحدوا الناس أنه يتشبهوا بهم لأنه إذا إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة هنا أخلاقيات المحبة كل شيء صار جديد في حياة الشخص فالتلميذ كانت أسلوب حياة بالنسبة لهم